تعلم أخي صلاح وتعلم هذه الأخت بأنه لا ينكر بأن الإنسان يمر بهذه المرحلة سماها عبد الله بن مسعود ومنهم من يذكر وينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأثر المهم يقول فيه أن الشباب شعبة من الجنون يعني الإنسان يتصرف في بعض الأحيان يتصرف يعني يعتر الإنسان تمر عليه مرحلة يصير فيها وكأنه لا واعي له بما يتصرف لذلك نركز دائما على الأبعاد الأبعاد خاصة فيما يجترعه الإنسان من أفعال إذا أردت أن تصنع أو أن تفعل أي شيء فلابد أن تنظر إلى بعده إلى عاقبته إلى منتهاه إلى مآله دراسة المآلات طبعا علم قائم بذاته إلى مآله المهم قضية المراهقة التي تكلمت عنها الأخرى تعتري جميع الناس أمثل ما تعالج به اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان يعتري الشاب أو الشابة في هذه المرحلة شيء من الغلوء من التشدد العناد ربما نعم التشدد خاصة الانتصار إلى الرأي نحن نلاحظ حتى في المساجد من الملتزمين الصغار نجد عندهم هذا العامل إما أن يكون متعصبا لشخص وإما أن يكون متعصبا لرأي لكن مرحلة وتمر إن شاء الله تعالى قد تبقى قد تعمر قليلا لكنها إن شاء الله تعالى تتجاوز لو كان طبعا مرحلة المراهقة تبدأ من سن البلوغ في العادة إلى سن العشرين سنة وكان أهل الاقتصاص في المجال النفسي أعلم وأدرأ بهذه القضايا لكي تطرح عليهم وطبعا تعالج في هذا الإطار لكن حتى أن المسائل أو العلاج الشرعي لهذه القضايا لو كان الإنسان مثلا بنت في سن التسعة عشر العشرين سنة اثنين وعشرين سنة طبعا قلنا بأن أمثل علاج أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه عز وجل وأن يتقرب إليه بالعبادات وأن تحبب إليه هذه العبادات حتى ولو ترتب عليها تعصبا فإن هذا التعصب تعصب مرحلي ويتجاوزه الإنسان لو كان في مرحلة الزواج أمثل يعني قال العلماء المغتصون في التربية أمثل ما تعالج به هذه القضايا أن تناطى بهذا المراهق المسئوليات تحمله المسئوليات فينشغل عما يختلج في نفسه تلك المسئولية حينما يتعرض يشغل وقته بهذه المسئوليات أي مسئولية يراها الإنسان بأن مهمة يكلفه بها إن شاء الله تعالى كإجراء تخفيفي لوطأة هذه المرحلة حتى تمر إن شاء الله تعالى بسلام أمثل كما قلت وأفضل ما يمكن أن تعالج به هذه المرحلة أن يعلق الوالد أو الوالدة ابنه أو ابنته بالله سبحانه عز وجل ولو ترتبت عليها بعض الآفات فإن هذه الآفات عارضة فقط ثم تمر بسلام إن شاء الله